ادخل يا حبيب قلبي انا هعمل كل اللي قلتلك عليه ايوا يا سيدي انا خلاص عملت حسابي على كل حاجة يا حبيبي انا بقولك خلاص انا رتبت كل اموري انت بس عمل اللي انا قلتلك عليه خلاص ماخبانك ايه؟ طب ايه فران هكلمات بعدين ايه انت؟ ايوا مش نسدق ولا ايه؟ عبدالله عبدالله اخويا وصحبي وحبيبي بالحضن يا اخويا عمديني على السلامة خرجت امتى؟ خرجت امتى يا اخويا؟ وحشتني وانت كمان وحشتني بس انت بحشتني اكتر اخويا انا بسبب كل يوم ضميري كان بيقنبني وهي عزبني ويقولي يا اده يا اده سمير ده لي ما بتروحش تزور اخوك عبدالله في السجن؟ يا ادروح زوره يا واد بس الاسف اخويا الظروف كانت صعبة اوي بس اخسن بالله اخسن بالله وحشتني يا اخويا وحشتني اوي يعني المدة دي كلها سمير ما فكرت الشيك التجور بخاطري كده وتزورني فيه ساعة واحدة بالسجن ياه معقول ما شاء الله شركة حلو قوي وكبيرة بدل بدل شيك وغالية طبعا طبعا صاحب شركة زيديت لازم يلبس احلى واغلى حاجة مش كده؟ ما صبوط الله هو اكبر اه تعال يا اخويا تعال حبيبي تعال قعد ارتاح وقعد متعبان قل لي متكن ايه تشرب ايه اعملك ايه انا نفس اعمل لك اي حاجة يا هخويا اهم حاجة ان انا سعيدك الحمدل على السلام حبدالله اه انا عارف انك زعل مني وهاخد على خطرك بس اقسملك بالله الموقف كان اصعب مني اناتحطت في الظروف صحبة قوي وانا اليوم ك افكر في اي لحظة انا ضرك بس من صعوبة الموقف يعني كان يانا يانتا ويروح ما بعدك روح تشوفوا سامير أنا لا جاي عدبك ولا حسبك لا جاي بس علشان أحسسك الفترة اللي أنا قعدتها في السجن تعذبت قوي يا سامير المفروض يعني لما أخرج من السجن أدور على أصحاب الأدام عشان يقفوا جنبي كل أصحاب الأتم اللي مات واللي سافر بستي ايدي وش وظهر أني لقيتك موجود عشان تقف جنبي وتمدي لي ايدك بالخير واللي فات مات أيوة الله عليك اللي فات مات اسماع عبدالله ما تشغلش بلك بأي حاجة وما تشيلش هم أي حاجة في الدنيا على تحتوقك أنا عارف عارف متأكد وواصك أنك هتوقف جنبي أنا عارف أن أنت استندلت معايا زمان اسماع ليش؟ الظروف كانت أقوى منك ساعات الظروف بتحكم على الواحد يباندل بس المرات بسم الله ما شاء الله الظروف اللي انت فيها دي الساعة دي والهنة تخليك تقف معايا بجد ومش هتستندل معايا تاني مش كده برضا سامير آه طبعا هما ليه؟ بصراحة اللي بعتك بحد ما قدرش يقول له لا بس الحكاية مش سهلة زي منت متخيل يعني وبعدين مقابلة الكبير تحتاج ترتيب يا كبيري احنا من إيدك دي لإيدك دي بس هو يرضى عننا جربنا يا معلم جربنا ومتقلقش مننا بوعون الله هنرفع راسك دا انا راسي مرفوعة بوعون الله من غير حاجة انت في الآخر لو نفعت انت اللي هتكسب شوف متولي دا جاي من طرف عزيز غالي راجل جميله مغرقاني عشان كده انا هقولك المفيد الباشا بتاعنا في الشغل ما بيعرفش في الوسائل يعني تدفع تاخد تبيع الفرق حلال عليك طبعا يا معلم دا كلام سليم وانا موافق عليك هم يعني انت معاك فلوس بقى اعمال انا جاي اتكلم وخلاص عايز كاد اللي يبتدي يبتدي بمية وخمسين الف كويس معاك لغاية مليون يا عم الحج المليون ايه بار يا عم تغني ما تتكلم مليون ايه عليناك والعم انتو ملكونتو الله صرف اعجبهم من ايه قلت يا معلم معاك لغاية مليون انا هقوللي الباشا وهو اللي هيحدد وانتو نصيبك بس يكون فعلا لو قال امين فلوسك تبقى عندي في معادها تزبط هتتبسط تماما معلم وانا قدي القول اه ينفح تديني اسبوع واحد عاشرة ايام يوم زيادة بعديهم ما تجيش وانا عندي قولي يا معلم هو اسبوع واحد بس وانا عندي قولي انا كمان عاشرة لو جيت بعد اسبوع اعمل لك اوفر ابو مليون ادولك بتسعمية عشان انت صدقت بس استبينا معلمة بس انا معلم لما اغزعني كان لايه شرط ايه انا نفس قبل الكبير اهلا طب نشتغل الاول وبعد كده نبقى نتكلم ونشوف حكاية الكبير ماشي بالاذن يا شباب عالجوها مع بعديد زي الفل ان شاء الله 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 ممكن تكلم تشرب يالله بينا تخربها تعالى بس يا احمد هنا فقط عانا تولي يا عمي فهمنا مليون جنيه بتتكلم عليه احنا عاين ناكل ازاس همنا ماتي لقش يا احمد لقش تعرف لو مجبتش مليون جنيه دول في خلال عشرة يام إلا يأصل خاصة من بالله يصفوق هنا نصفه مين بس يا عمي طولي انا اصاك انت كبان هتشوف هتشوف كلامي عالجو لو الان ابعد انت والاخر مرة بقولك بس انا الان عليك ه بقولك ايه رسيني طب انت عايز تعمليه ولو عارفت انا معاك في اي حاجة انا هاجب لك خمس تلاف جنيه هتديهم لأي محايا يعني من لها السجل لتجاري لأي شركة بس بتاريخة ديه بس شركة دي لازم تكون معروفة ومشهورة تهمت؟ مش فيما يا حاجة معلش مش هوم بتفهم برؤدي اعمل لانا بقولك عليه وبعدين هاي بفهمك يا صاحب نو بينا الله بينا متول لا اودينا فتاعدى عم نالك شوية عصير لمونيا لو اقولك دمك خودي حديش لا احبت مش عايزة انت مكلتش اي حاجة ماليش نفسه محدش هيعالك يا كماليا لو ما دفعناش الفلوس هيموت والله يا بنت ان شاء الله حيبقى كويس حدي نفسك انت بس مين جاي السعادة؟ أخو جوزي اتصل بي وقال إنو حي يتكلم معي في موضوع الورث السلام عليكم وعليكم السلام جيت في معادك خير يا كاماليا، مكلمتك قليت؟ أخو جوزي جاي يتكلم معي في موضوع الورث عايزك تبقى وقف جنبي ونشوف حيقول إيه؟ وأنا هتحت أمرك الفضل حط علي إزيك يا مونة؟ إزيك يا مجلاة؟ كاماليا عايز ليه؟ تحيط وما أنت ليه مولتيش لأحمد؟ عشان لو كنت قلت له ما كنت شخص من سيدة وبعدين مالو عم جمال هو دقيق في حاجة؟ لا خالص أنا قلت حاجة فيه إيه يا مجلاة؟ صحيحة؟ من قم دا يعني حط عم جمال في الدماغ؟ دا أنت حتى بتحبيه؟ ولي حط أول حاجة بس مش مرتحاله كده وأنت مش شايفة شكله؟ لابس ملوه وإنه وسابق شعر وإيه دا؟ مش عارفة صحيحة شكله غريب أو فيه؟ أفضل كمالة أرمالة أخوية موجودة؟ أفضل طبعا دا هنجلقة؟ أفضل 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 مالا ده كامولي انا مش عارفة بكر هالراجل ده ليه؟ اهو انا بصراحة مش فاهمة قوي الحقيقة هو صعب قوي ان هي اكلم اي حد من اللي بيشتغلوا عندي بنفسي طبعاً مفروض فيه سكرتاريا هي اللي بتقوم بالدور ده بسان الحقيقة احس انك رهي قوي انا بشورك دايما القلبانة ومتودرة فقلت لازم اكلمك بنفسي عشان اطمنك بصراحة يا استاذ متحة انا ببقى متطمنة وانا معك لا ما اتقلاش انا جاي زي ما عدت حضرتك هيجي يعني هيجي اوكي باي باي الراجل ده مش محترم مه ما انا عارفة ولما اتي عارفة بتكلميه كده ليه؟ عادي، هفهمك أنا اللعبة يا ستي هو عامل فيها الجامد، إنه فيش حد قده اللي عنده شركة أزياء كبيرة قوي وكل البنات حواريه عامل فيها خلبوس يعني من لو النبي أو النبي بس يا ستي بقى أنا هفضل قاعدة عامل أفعل كيوت العادية مغلبانة لنمشون مع أي حاجة في الدنيا لحد ما وصل لنا عايزة مبعدين ولا قابلين هاوصل لنا عايزة هو إيه اللي انت عايزة بالزبط؟ حاجة من الدنيا يا هكون رقم واحد في الشركة وده بشغلي يا عامل لله هتجوزه وبرضه هبقى رقم واحد في الشركة هو معقول يتجوزك؟ هيحصل نحياتك عندي لا يحصل قلت إيه أرمال تخوير انت شايف إن ده حق ربنا؟ أنا لو جبت أي مشتري من بره حيديني سعر أحسن من كده لا خالص على فكرة ده بيتيقلك وبعدين ده كلام إعلانات اسمح لي يا حضرتك كامل كلام كامل يا صح؟ حضرتك بس عامل حسابك إن ده بيت عيلة وإن انتم معاها في الورث يعني وهي مش هتقدر تبيع غير بموفدكم صح؟ لما أخذ إحنا إيه لواحدة وأرملت أخوية وكده حضرتك تبقى مين؟ عامل جمال في مقام بابا بالظبط مم أه وهو تقدر حضرتك تقول كده إن أنا صديق العيلة لا طالما بابا بقى يبقى هو ده اللي عندنا كمال يا بصراحة ولو عايزة فلوسك أنا أبعتها لك من بكرة إحنا ما نكونش حق حق ده أبدا أنا عامل عمك بس ده حرام والله بقى نستنى لحد ما الشقة يجي لها نصيبها وتتباع وبعدين خلي بالي أي حد هيجي يشتري الشقة ويسكم معانا إحنا لازم أن نوافق عليه وبعدين إحنا مش هنبيع نصيبنا عن إذنك إنت كده راضي عن نفسك إلا راضي عن نفسي طبعا وبعدين أقول لك حاجة كمان إحنا مش عايزين نقولك إنك ملكيش حاجة عندنا بس أنا جيت هنا عشان خايف من ربنا وإنت كده بقى خايف من ربنا قال هو أنا بخاف غير منه أمال إيه وبعدين مش إنت لما أخذك إلا هتقولي لنا خاف من ربنا إزاي السلام عليكم شفت يا حمي جميل شفت شفت الحقيقة أنا طول عمري معجب بس ينتك وكان نفسي نتقابل من زمان بس للأسف ما كانش فرصة خلاص يا سيدي هنبقى شركة واحدة منا سايب كمان والله لو حد إلي اللي بيحصل دهنا مكنتش حسد ده الدنيا غريبة اتقرر ببعيد فعلا قولي أنا سمعت إن إنت عندك مكتب في برلين ده حقيق بقى بيع فيه المنتجات المصرية اللي ليها الطبع بيه وسميك ريئيتيف وكان ماشي كويس آه كان يعني إيه كان ما هوبيني وبينك بقى أنا تعبت من الغربة وكررت أستقر هنا خلاص عشان كده لسيبت الواحد صاحبي يديره وبفكرة بعحوله دلوقتي آه طمام خير هو اللي تحت ده جاي يخطبك فعلا عندك مانا؟ لا معنديش مانا بس مش قادرة تأجيل المهدود عشان خطر بابا يا سبتي بابا خلاص الله يرحم أعمل لأنا إيه؟ أأجل مثلا؟ بعد أن هو أنا لو أجلت يعني هيرجع خلاص الحية أبقى من الميت والحية مبتقفش على حد أنا عارفة إن هي مبتقفش على حد بس الموضوع إحساس مش أكتر أم إحساس فعلا الإحساس ده أنا سبتهولك أنت يا مرهافة الحز موسيقى ميرا 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 ايه مالك ماليش انا كويس طب ما هتيجي ننزل اتناشة شوها في الجنينة ماليش يا مرون انا ما عايزة بقى لوحدي انا مش هسيبك انسين انا سيبك وانت في الحالة دي انا عارف اللي انت فيه كويس مش هايزة دايقك يعني بس اللي انت فيه ده انا حسيته كويس قوي لما ام الله يرحمها توافت محدش حاسة قدي انا افتقدتها وصابت فراغ في حياتي عشان كده انا عارف كويس ان ام عبدالعزيز اللي ارحمه وصاب فراغ كبير او في حياتك ماليش انا مش هسيبك انت في الحالة دي انسين يلا يلا انا سئلت النهارة على رصيده في البنك يا مامي ده ازديت عمليه كده فراغ عارف مش هزا بتطمن عليك طب تلعتي من يوبينك لما وفق على عارض بتاعك بسرعة الفر لعب في عبي فقلت اتطمن عليك يعني تلع دافيان حلوة حلوة انا اتفقت معا انتو الاثنين هتتفقوا مع بعض على معاد كتب الكتاب كتب الكتاب بسرعة كده؟ ايه عندك مانع ولايه لا خلاص اللي تشكوه بقول اخر الشهر كويس لا اخر الشهر ايه مامي احنا كده فضل عشرين يوم مش هنلحق انا مش فاهم مش هنلحق ليه يعني جاهز مابروك جاهز مابروك عنا كويس انك لقيتك صح ما بقاش يلي نم تيه هنسيبي لي وقف على باب كده؟ مش هتوري يتفضل ده انا حتى بنعمتك اتفضل انا انا قلت اجاه اتطمن عليكم انتو تعملين ايه؟ كنت حزعل منك قوي لو ما كنتش جيت ساعدت والله اكمل يا غزب علي والله انا مشغول اليومين دول في شغلانا كده واخدى كل وقت انا لو انا لاي انا اجيلك كل يوم والله بس خلي بالك من نفسك انا قلقان عليك ومش حابة اشوفك في اللي كنت فيه قبل كده كان ليه يا لازم تشيل احمد دام الدماغ خالص مش ممكن لازم تحبه تحب ده ايه بس بلقرف وانا كنت مستني رد تاني خالصة وحتى لفظ ارقب كتير منك انت بالذات يا حبيبتي انا واقعية انا بحب الشاعر وبحب الحب بس ده يعني مش ان انا بقى هابلة نعم، نعم، نعم نعم، نعم ممكن بقى ما تجيبش ترتي الكلام ده قدام كاميليا عشان ليه مش نقصاك انت وماربو هي كاميليا ليه فاكرة لغيل دلوقتي ان احمد بحبها لان لو كان بيحبها عمر وكان حيسيبها لو هي بتتجوز ولا تكون همه لان ساعاتها ما حصتش خالص انو حتى بتكنو متضايق تشعر رافك يعني أنت كنت جواه قلبه؟ لا يا حبيبتي أنا بأفهم في البني قدمين كويس قوي قولي لي بقى الدكتور بتاعك عمل ايه؟ تكلمي كويس لو سمحت الدكتور ابن الناس المحترم بتاعك عمل ايه؟ انت فاهمة غلط خالص؟ آه ما أنا فاهمة غلط يا حبيبتي طب قولي لي بقى هو كويس يعني تصل بيكي كده تطمن أنك تعشيتي ولا لأ؟ أحب أقولك أن أنت غريبة أم آه لا يا حبيبتي أنا مش غريبة بس كنت عيزة اقولك أنهم كلهم في الأول بيعملوا كده أنا عايزة أنبهك بس إيه رايحة فين؟ رايحة نامي لا لا أستنى لما أحمد يمشي لا الله 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 ايه؟ ماهليك؟ مش على بعضك ليه عم جمال؟ أحمد تلع عندك، مليم؟ أحمد مين؟ أحمد ابن عمد قالها وفاقي إيه ما أنت بتقول أهو ابن عمد ما أنت مش فاه؟ كان عايزي تجوز قبل ما تتجوز جوزها ده وكان حيموت عليها اللي 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 انت بتتكلم جد بقى انت عايز تتجوز بجد ولا ايه؟ اهدى شوية على نفسك سادة انت القاعدة معاك ملايش لازمة خد تعالى بس رايح فيه هتنزل ده تحت لتعمل ايه؟ بتاع غاز ولا ايه؟ طب هو ابن عميتها الله بيسأل عليها وخصوصاً بعد ما بوها توفى انت نازلت النيل ايه لك؟ سادة بقى انت غاوي تدايقلي وترفعلي الضغط اه دي قولتها ضغط وشوية تقول لي سكر وشوية مش قادر تمشي على ركبك وهتبقى كهنة هتمشي على حواجبك بلاك فاشر انا اسد وبكرة تشوف اسد مين يا عم جمالي الحلو اسد مين؟ يا ابن اللي عاوز يقوم مايروحش عند البراميل احصل هب يغتص ومايبانش اسمع كلامي اه يا حبيبي انا اغتص وغتص جامد كمان وحتشوف انا عمشوف ميوها كلوقع منك مفيش حاجة ممكن اعملها ولا اقدر ارغيمهم على البيع ولا اقدر اقول لهم يدوني حق هاملي مش عارفة كاميلة اقولك يا اللهي بس انا شايفي عني الأشياء دي وينت يا احمد؟ انا مالي هتفضل لحد امتى من غير شغل؟ لا مش عارفة ما انا ما انا لسه كنت بقولك انا داخل في شغل كويس لو من الجايين دولو وان شاء الله هتظبط يعني بس انت تعيلي بس بجيب؟ اه اه والله طب حقولك على حال قولي ايه رأيك تجيبلي شغل معاك تجيبلي ميه؟ شغل شغل ليك انت معي انا اه وانت شغل معي ايه؟ اكتناس ان انا شطرة في الترجمة ياود ده انا خرجت اداب انجليزي ايوه انا انا هعمل ليه با اداب انجليزي دي يعني اصلا اقول ان اتي بقالك بقالك كتير يعني ما زكرتيش ولا قرأت انجليزي ليه كنسيتي ولا حاجة؟ ما نسيتش يمكن اكون مكسلة او اه اه وايه كاميليا اللي بيخليك تكسلي يعني كده اه بقى بقى طبع كاميليا لو عشت اي حاجة بيكلميني طبعا انت مش مش محتاجة ده انا اقولك يعني انا مبسوط انك عديت علينا قبل ما اتراح لا ده انا اذا كده حاجة تبسطك انا عدي عليكو كل يوم وده حاجة بتطمن شوفا كاميليا انت بالذات لازم تكوني بتطمن على طبي سلام انا ما يمكنك أن تكون هناك مهي مهي لك فيه عايزة عمل حاجة لكن ما ينفعش ايه هي؟ عايزة اسمها مازيك طيب وانتي حاسة بايه؟ عارفة انه مجاش عاش هنا جي عشان احنا بنات خير انا مش حبلة ولا انا صغيرة عشان افهم حد ذاتي بس انا عايزة عايش زمان لما بابا كان عايش كنت لما بخفت بتريمي في حب النهاردة انا خايفة من نفسي حاسة اني محتاجة حده عشان اقدر عايش طيب عايزة اسمعي مازيكة؟ وبابا وبابا كان ايامل اي حاجة عشان يخليكي مبسوطة انا متأكد انا متأكد انا متأكد بدأت رحلة الغربة الحقيقية موسيقى انا موسيقى المترجم للقناة 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 المترجم لك المترجم لك المترجم لك المترجم لك المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم لك المترجم لك المترجم للقناة المترجم للقناة أنا أريد أن أتجاوزك أه طيب تمام أنا مستنقل في المكتب منتأخرش باي باي حكمت المحكمة على المتهم عبدالله خالد متولي بالسجن عشرين سنة مع الشومل والنفاز أنا عايزة قابل مادام زينب من فضلك على فكرة أستاذ سمير كان لسه هنا من شوية أنا قلت أكيد أنت جايت أشوفك لا المرة دي جاية قابل زينب هاني طب تمام حاضر اتفضل وانا هبلغها دلوقتي بشكل أوكي على كل حنال في المكتب خلاصي اللي في إيدك وتعليلي على طول عايز أتكلم معاكي في كذا موضوع جرائية آيتم ما تسيبني ميرا وتلايها من دماغك شوية آه عجبني اللي بيحصل عايزة حاجة؟ سلام شكراً شكراً صباح الخير صباح الخير عبدالله معقولي؟ مش مسدقة ولا إيه؟ وحشان جداً زينب أهلاً أهلاً أيه في الشركة هلوأوي؟ ركس ما لها podcasts دي إيه؟ مليون؟ ولا اتنين ولا تلاتة واه دي الفلوس اللي بلاش بلاش نفع حرف الماضي يا زينب هو انت خرجت امتا؟ يهمك؟ قصي انت مش فاهم اللي حصل انا هحكيلك لا تحكي ولا تعيدي ولا تزيدي ولا تشهدي شهادة الظهور زي ما انت متعودة يا زينب شهادة الظهور ايه بس يا عبدالله انت مش فاهم حاجة اصلي سامير انا صدقته هو ضحك علي و اكبرني و بقى يهددني علشان خالص ولا عشان ولا الكلام الفارغة اللي انت بتقولي ايه ده زينب انا تعبت تعذبت اتهنت في السجن راح مرعوبة عشرين سنة عشرين سنة انا خارج من السجن موفكرش ابدا ان انا ههوب تاني لحية السجن اي حد يا زينب يتسجن ويتهان ويتعذب وعمره روح ما بيفكرش في لحظة انه يرجع تاني انا بنت الناس راجعه عشان تاخد حقي او تعوضيني 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 زكي عبدالله انا انا كنت رسى اقولك ان انا قابلت عبدالله والله 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 وماليك علي يا حلفاني انا كنت اعملك مفاجئة واتصل بيك عشان اعرفك بس ان انا مش سايبك واسأل عليك بس اعمل ايه بقى حرارة اللقاء بيني وبينك نسيتني اخد عنوانك عشان اتطمن عليك طول عمرك صاحب واجب اهههة بس اهم حاجة عندي ان انا امسك شغل انا في دي ايه بي عبدالله ايه مات قلس الكلام الفريق ده ده انت يا راجل على دماغنا من فوق طول عمرك حبيبي أقول لك إيه؟ إيه؟ ما تيجي النهار ده اللغة من عزيمه هالغادة عندنا على الأقل هي عرف البيت ويجي يزورنا آه طبعاً أمال إيه؟ لا مش طبعاً مش هو ده اللي أنا جاي علشانه أمال؟ أم نعود مع بعض إحنا الثلاثة كل واحد ياخد حقه ثالث ومثلث لو كان بابا عايش ما كانش قدر يطلب طلب زي ده أو يمكن لو ما كنتش أرمالة ما كانش قدر يطلب طلب زي ده طبعاً أكيد فكر إنك خلاص ما حدش هيفكر فيكي أرمالة يعني تلبس القسود وتوعد طول العمر حزين عن اللي فات وملهاش الحق إنها هتفكر تعيش مرة تاني جمال اللي قد أبويا بيطلب يتجوزني أنت عارفة هو فكر في ده ليه؟ لأنه بكده بيقدملك خدمة وأنك مش هتقدر يتقولي لأ عارفة ليه؟ عشان来 خلاص ما حدش هيبص لك تاني ولا حد حيفكر يقرب منك وهو متأكد إن الفرصة مش لازم ارفضها مع مكان لا حدش هيبص لك تاني ولا حد حيفكر يقرب منك وهو متأكد إنه في فرصة ومش لازم ارفضها مع مكان ايه رأيك؟ تيجي من روح الشركة؟ هنعمل ايه في الشركة؟ نعمل ايه؟ تعرفيها؟ تشوفي نظام الشغل هناك ايه؟ على فكرة بقى انت ممكن تشتغلي معانك كويس جداً والشغل ده ينسيكي حاجات كتير ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ معقول؟ انت بقيت بتعين الناس بالسهولة زيك؟ انا اصلا مش هروحي عادي ما تروحيش ليه يا حبيبتي؟ بالعكس بقى الشغل ده ممتع جداً وانتي لازم تجربيه فعلاً ايه صحيح نسيت اقول لك حاجة مهمة قوي انا قابلت البنت اللي هي بنت سومية اللي بابا كان متجوزها دي بنت مين؟ واحدة فيهم اسمها اسمها ايه؟ ايه مروة قولي لها عيب عيب قوي اللي هي بتعمله ده على فكرة والما كانش عشان سوميتها يعني يبقى عشان سوميت بابا اللي هيرحمه يعني تستنى شوية تستنى على الاقل دمه يبرد يعني مش كده انتي حتى مفاهمانا ان هما مموتين نفسهم مزعل عشانه بس مش باين خالص على فكرة نبهيها بقى انها مش قد اللي كانت قاعدة معادة خالص كي يهرسها في لحظة يسفلتها كده على فكرة دي نصيحة مني مش اكتر يعني انا شايفة ان احنا اخوات صحيح احنا يعني مش شؤقة بس اخوات في الاخر انا مقدرش عايزة عن اختي نصيحة زي دي عايزك تقول لها استرمحة اخرتها وحشة قولها بس ايتن بتقولك كده اوكي يلا باي هي بتقول لي بالزبط ولا حاجة العمر انتهى واللي جاي مش اكتر من اللي راح والصحاب ما عندهمش استعداد يتعرفوا على اي حد ليه ثواب او مجرم او خريك سيبون يعني فيش حد قدامي غيركم دلوقتي طلبتك ايه عبدالله شغلة سمير اشتغل اي شغلة انا بالمناسبة انا ما قلتش لاي حد تحت ان انا اعرفكم او فيه علاقة قديمة ما بيني وما بينكم طب ما كتلناش بس من الاول ايه خوفت لا تطردون يا زينب ايه يا عبدالله ايه يا اخي حرم عليك يا اخي ما تضغطش علينا اكتر من كده طب ما تتصورش نفسيتي تعبت قديه انا وزينب بعد ما دخلت السجن لحنا حتى دخلنا مستشفى امراض نفسية عشان نتعالج يا اخي انت متسخلش احساسنا بالزنب كان شكله ايه بس الحمدالله ربنا بعتك هنا عشان نقدر نكفر عن اللي حاصل لا تكفره ولا تلطمه ولا تعيقاته عنا كل اللي محتاجه شغلة ازيمة شوف يا عبدالله هو هنا جاريت هنا سمير علش عبدالله هنا صعب بس فيه فكرة تانية ايتن هتتجاوز واحد غنيه وعنده شركة بتمارس نفس النشاط ايه رأيك تشتغل عنده طب وايتن جزها هيوافق انهش اغني؟ ايتن بنتنا وتسمع كلامنا تعمل اللي احنا عاوزينه بس بقولك ايه عبدالله انا عايزك تقوم تروح دلوقت شن الجزها لو جاو شافك بالمنظر ده يعني حيقول ايه يعني يلا يلا بقى طب انا هقوم دلوقتي وقالت تفكروا في اللي احنا اتكلمنا فيه ده كويس اوي مع السلام عبدالله مع السلام ما قلتنيش يعني انه جالك ما خطرش في بالي يعني ايه ما خطرش في بالك؟ هو ده موضوع يتنسي؟ معلش اتشغلت اتشغلت؟ في حاجة انا مش متمنالها مش مرتاحة انا كمان انا فعلا اتشغلت بس مجرد انه يجي هنا تاني حاجة تقلق انا كمان مش متطمنها طب وهنا للوقت بقى هنعمل ايه؟ لازم نخلص منه هقتلو؟ تاني يا سمير عايز تقتل تاني يا سمير حبيبي انا ما قصدتش انا ما قدوش هستغنى عنك طب اقولك ايه؟ طب ما تيجي نسمع اللي بيقولو ونشغالو هنا يبكن يكون عايز يكن لقمة عيش ويعيش في هدوء ومين يجب بينك كده؟ هو ما عندوش وقت يضيعو في السجن تاني بكر فيها انا ماشي على فين؟ مخنوق واعاوز اعادلو واحد شوية عن اذنك فضل مليون جنيه يا بادي القارض المسقود من ريخان البلجي يتحكد انت كيان اقتصادي غير عادي مش اقل من عشرين مليون وبعد انا عايز اقولك على حاجة حاجب الاستثمارات كبير ويغطي انا هفهمكم اللي يا بادي شوفوا جماعة الموظف في مصر شخص احساسه دايما انه هو مقهور ومظلوم والاحساس ده هايد احنا ممكن نلعب عليه كويس جدا واحدة واحدة علي يا ابو كارم عشان افهم اوكي المنظومة عندنا بتقول ان الموظف دايما عينه مش مش شبعانة غلبان وبيحارب على كل حاجة حتى المواصلات اللي بيروح بيها شغله تاني يوم بيبقى نايمة عيني يفكر فيها للأسف الكلام اللي بيقوله ده حقيقة الزبط يا باشا وبعدين لما بيشوف اي حد صاحب سلطة او راس مال او كيان اقتصادي بيبقى حاسس ان الدنيا حتتحكله وانه حينوبه من الحب جانب واحنا بقى مهمتنا ان احنا نحسس الموظف ده ان الدنيا هتاخده بالأفضان مش كده هو ده يا باشا تمام اه لا بس انا عايز اقول حاجة مهمة يا جماعة موظفين البنوك بيباض 24 شهر في السنة باضوا كتير قوي يعني مش موظف عادي ما انتباكش على الكلام اللي بيقوله بو كارمة غولى انت اروية غالطاني باشا الموظفين او كل مكان نفسية واحدة كوببست صدقلي حتم الاخرى مكارمة cybern baş cuál mandatory باندقول البنك ودخل علينا اسبله باشا اسبله 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 ازاي واحنا محتاجينه بقولك اسبله احنا مش محتاجين كارن البنك بالعكس البنك هوه اللي محتاج انه시면 يتع�� معنا اااااا وبعدين احنا حناخد القاردة بالدولار وبعدين حوله لحسابك انا مش فاهم اي حاجة الدولار في الطالع يا باشا طب ما احنا اللي هناخده بالدولار هنفقه برضه بالدولار يا بو كارما مش شرط يا عمي قل لي مش شرط بقى انت مريب اه يا بو كارما انا مش فاهمين منك اي حاجة على فكرة انا مريب باشا طب سيبوا الموضوع ده علي انا بس على شرط تعمل كل اللي انا اقولك عليه مش اوكي اهلا اهلا مناور الدنيا كلها تفضل تفضل ماندوب البنك افان احمد بيه النهاردة معاد حضرتك في سفارة كندا سفارة كندا النهاردة المعادة اه 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 طب ايه تحب حركة اجله لك واذا وفكك ما يسمحش يعني لا مش هينفع عادل تأجله تحب يا فاندي معاجل حضرتك بوقتي تانية لا لا خالص 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 بالعكس ده احنا عمدانا وقت كافي قوي نوعب مع بعض فاضل فاضل اه 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 أحمد بيه انا عملكت ملف كامل بكل تعملات الشركة الماليهة كل مشروعات المستقبلية كويس فضل كويس قوي تلو لا لا يا بريال ده أريان قوي أريان؟ نص كمي يا خالتي تقولي عليه أريان وبعدين انت هتقودي بيه في البيت يعني شهتخرجي بيه بره لا برضو انا كبيرت و بعدين هلبسوا المي والله يا انت لو اللي بستيها تبقي زي الأمر انت عارفة؟ اللي يشوفك يقول عليك بنت مبارح يا بنت بطلي باكش انا؟ لا والله العظيم أبدا انت عارفة؟ انا قبل ما سيب التعليم اما كنت بروح اعدادي كانوا يقولوا مين العسل الامورة الصغننة دي فاكريني في ابتدائي طول عمري قبان أصغر من سني شوفتي قديني ما قلتش حاجة من عندي يا مجالي خطاب أشكال والوات يرش حظي الزفت توقعني في أبا أحمد ما كنتش عارفة طب وفيها إيه ممكن ترجعلي لازم هذا أتجوز وميله لا 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 إزاي صحيح آه أنا حلوة وأي حد يتمناني وزي الأمر بس أقولي لابني تقولي له أني من حق إيه كتتجوزي بيت أنت حد أتكلمك علي آه كتير والله بس أنت بقى تقولي آه مين يا بيت لا 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 يا خالت ما تضغطيش علي أحسن دقايي اللي ده سري بيني وبين آه عرفته مي اللي ساكن على السطح جديد اسمه عبدالله آه هو ده بس ما تقوليش بقى أنه للي قلتلك يا أختي نواخ دبالي طالع نازل يبصلي بصات كده زي اللي كان يبص هالي المرحوم أنا عارفة كل حاجة شوف الراجل قال ويقولي بكسف أبص في عناكي آه ده نواخ دبالي قاوي بس عاملة نفسي من بانها حلوة الله كويز وده بيشتغل إيه يا بيت مش عارفة بس عادي أجيب لك قرار ناشي ده أمر وشكله من ناس طيبين وشكله ما يعديش لأربعين امممم تسعينك انتي عارفة Чтоs أنا أول ما قلتوله أنينتي أمه أحمد والله هي مسدق اه ما أنا مخليبي ياحمد وان عندي 12 سنة لا والله هي اه لا يا ستي أنا ماسئلش حاجة انا بسئل نفسي وخلاص ليه يا بنتي ما ممكن يفيدنا يعني احنا نخسر ايه؟ يا ستي الراجل ده كان متجوز وانطلق وعنده عايي كمان وانا مالي يعني وانا بقول التعايي نتكلم معاه ولا نقعد معاه انا بقول التعايي نسأله انت حرة ما تزعلش مني يا مجلدة وانت عارفاني ان انا مدب وصريحة كده بس اللي عايز ينجح بيعمل كده ببيتحكش على نفسه والصراحة بقى انا حاسة ان هو بيقرب منك وانت مبسوطة بكده وانت عبيطة؟ لا مش عبيطة واللي عرفته كان لازم تعرفين وانت حرة بقى يلا بينا بعد اذنك لو سمحتكن عايزين نستفسر عن حاجة ايا مش بتسألك المفروض تقوم تقف وترد عليها انت مش موظف هنا ولا ايه؟ انت تجننت ولا ايه؟ انا مجنونة بقى ايه رعيك؟ انت بتعلي بس نسأل حد ديني لا هو اللي هيجاوض وحيوديني كمان مطرح ما انا عايزة ايه البلاوي دي على الصبح؟ طب ايه رعيك بقى اللي انا حوالتيك في السسين ده يا؟ في ايه بس يا مونة؟ في ايه؟ في ايه اني عايشة في البلد دي والوزارة دي معمولة عشان تخدمنا والموظف اللي مش محترم ده لما حد يسأله يجاوب على طول دي لازم تعيشي قوة تستنى الغالة ما العمر عد منه تخسار اجتجي دي لازم تحترفش غير بالقوي ويقوي هو اللي معاهل في الوز دي كي شوف تختك عملت فيك ايه؟ انا مش قادر اصدق انت ازاي قدرت تمسك الروحي بس انا ممكن اخليك احسن منها مليون مرة عارفة لو سمعت كلامي؟ انا اعمل منك نجمة خلاص وانا من ايدك دي ل ايدك دي احبك انا نفس افهم اعمل فيك ايه؟ انت كان نفسك تطلع جسوس وانت صغير ومعرفتش اقول لك يا الوهي ايه مالك؟ اوهي مالك اوهي 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 احنا ليه مانعملش زي ميت حد باشا؟ ايه مش فاهم اعمل ايه؟ ايه يبقى لنا شركتنا بخصة بقى ونكبر بقى وكتا؟ انت كان انت؟ لا يمكن ايه 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 بالراحة يا عم ايه تبس؟ اتعايز ننخلون صاحب المكان اللي بناكل من وراه عيش؟ يا السلام والخنصارة اللي احنا بنخسارها من كل عملاء والتانية دي مش خيانة ولا ايه؟ لا دي عمولة اعمولة تحتاني باند بقى ان شاء الله تحت باند البازل الجهد والاجتهاد وبقولك ايه؟ هو احنا قد السوق والنبي طلع السرسير اللي في دماغك دي مش نقصك استاذ لؤاين استاذ لؤاين استاذ لؤاين استاذ مطحط عندك تماع مهم جدا جوا مع مروة؟ هو قال لي كده وانا بنفس اوضر حترته تم انا كمان عايزك في حاجة مهمة وجدا كمان وانا تحت امرك يا فاندن طالما الموضع يخص الشغل ايه هو الاجتماع اللي جهده هيتطول يا طويل يا فارع انت والله يا اه من النهاردة مروة هتبقى مسؤولة عننا شخصية هيش كرتارة الخاصة كمان هتبقى موضع مهم جدا لولو تحت امرك يا فاندن اعمل اللازم عيني فضلي معي عنيسة مروة طب ما نستنر حد ما ايه؟ مايفوق ليكون في علمك اهم كرارات بان اخدها في الشركة دي ومخلي انا نمرة واحد ما بتتاخدش غير وهو في الحالة دي ما تشغليش بالك انتي تعالي بس اوكي ما كفية عيات بقى في الامور ما تبتاخدش بالشكل ده افتكرت بابا هينجلاي افتكرته بابا كان تعبان قوي وبيجي على نفسه محدش فينا كنعارف حاجة عاش اكتر من خمسة وعشرين سنة بيشتغل موصف عشان في الاخر يطلع ملوش معيش لما تعب ملقاش حتي يعالكو اقولكو حاجة دحك ايه؟ عم جمال جنة عارضة يخطب ما كفية عيات بقى في الامور ما تبتاخدش بالشكل ده افتكرت بابا هينجلاي افتكرته بابا كان تعبان قوي وبيجي على نفسه محدش فينا كنعارف حاجة عاش اكتر من خمسة وعشرين سنة بيشتغل موصف عشان في الاخر يطلع ملوش معيش لما تعب ملقاش حتي يعالكو اقولكو حاجة دحك ايه؟ عم جمال جنة عارضة يخطب لمين؟ ايه للمين؟ لنفسه جيه هنا وكان لابس الحتة اللي على الحب ومصرح شعره ويعني بتبص لي كده نظرات غريبة عامل فيها بقواد ابن الثلاثين قال لي انه بيحبني وعايز يتجوز جلت الجرع انه هو يقولها؟ لا يا كاميليا ايه وعا تقولي للرجل انك موافقة ده ممكن يروح فيها؟ انا قلت يتجوزه يوم ويموت بعد كده يعني يبقى انا ابني سواب انه دخل الدنيا قبل ما يودع انتي وهو وده هيتعمل له ايه؟ فرح وزفة وكوشة وكده؟ يلبس بدلة كده ويقعد جنبك في الكوشة فعلا بعد العمر ده كله وانا اقعد جنبه في الكوشة والبس فستان ابيض منفوشة اخذ جرعات خاصة يا رب من حد فيك ويحس بلا نحسن كاميليا انا حموت من الجبعة عملا الكروز ابيض بالزيد بيلمع مفلفل ارداحي حاجة كاخر روقاني انا مفيش لحمة؟ لا يا حبيبتي الفترة الجاية دي انا مش عايز حد يفكر في موضوع اللحمة ده خالص عيب عليكي عيب عليكي انتي فاكرانا فقرة ولا ايه؟ طب انا بقى وغلوتك عندي لعزمك على شوية كباب وكفته انما ايه؟ انتي يا بيبتي انتي غنية واحنا من العرش ايه شغل انت الشحاتين بتاعتك ديشك لقب تجيب فلوس ايه؟ امشي شحاتين في عينك انا بلف على قعوب رجليه عشان اعمل قرش طب يا اختي مينوبك سوا بفختك وتاخديني معاكي الشارع ده يا ريت يا كاميليا بس ماينفعش ليه يا ام؟ يا حبيبتي انتي حلوة زيادة على اللزوم اداري ايه ولا ايه انا؟ انتي فيكي اونوسة متفجرة يا اختي متفجرت مين؟ خديني معاكي انزل للشارع اشوف الناس يمكن اشوف واحد بيبصلي كده ولا كده نظرة زى تماغزة بدل ما اتفجر هنا في البيت لو واحدى من غير ما حد يحس بايا مبروك علينا القاردة يا رجانة الله يبارك فيه تقول ليه؟ تقول ليه؟ تعامل والله تكلم المعلم قلوه احنا دهزين ها احنا ممكن نقفل الشركة ونوقف نشاطها ليه؟ ليه يا بو كامي؟ نقفل الشركة ليه؟ ايه يا عم ان انت بتقوله زيادة؟ احنا نحقنا نقفل ليه يا عم؟ انا عندي حاجة ايه؟ ايه؟ ايه رأيكو؟ انا باير نشاط الشركة بس اتقصد ايه يا عم؟ هقولك اقصد ايه بس ايه؟ ازعلوش ماننا جماحنا يا اخوات يا عم؟ اتغد بس انا وانت وبعدك مش عامل حسابك والله معلش اتغد انو انت بس وحكيلك على فدماء الله يعرف انت اللي هشعش عود جيبك كبيرة يا عدولة ايه؟ اقولك حتة اكلة بقى؟ اوه جمال حمد الله ازاي؟ ازبارك ايه؟ تمام زي الفن عين عليك باردة ايه جمال ده؟ اوه شكلك مبسور اوي اوي ايه؟ ايه؟ ان شاء الله ربنا فرع عالبك حبينا يكرمك ربنا فرع عالبك ان شاء الله يا حج جمال ايه حج جمال دي وانا عندي متسانات حج جمال نعم يا خل حج جمال والنبي عايزك شوي حاضر سي عبدال وانت طيبة وانت طيبة اتضل مالك بحس فيني انك اول مرة تيجي لا يا لامار مكانش ين في عاجة لما خلط شغلي الاول وانا صاحب الشغل وبقولك نورتي وانا هطلع غير ويدومي لحد الغدا مالي تعرف ان كان عندك حق؟ في ايه؟ الكتاب انا وفقته على نشره الفان ده تزوق واضح ان كل اللي عندي يعتبروا نفسهم موظفين يا نارابية بس انا والله يأسوا مش عارف بأسوا بأسوا لا انا بالفعل اسم من بأسوا بأسوا مالك لا أبداً بس أنا لما بسمع المزيكة بحس أن أنا مش موجودة بحس كأن في حاجة جواي بتتلاشى وبتخرج من جسمي تعرفني؟ أنا كمان بحس بكده الله، الله، الله بسلامة عبدالله بسم الله الرحمن الرحيم ست جمالات يا أخوي، في إيه؟ إيه المؤابلة البحشة دي؟ لما أغزها، بس أصنع يعني مش متعود إن حد يجي يزورني هنا غير الحاجة جمال أصنع بصراحة كده قعدت مع نفسي ولقيتني قابلتك وحش قوي فقلت أجي أعتذرلك ده فضلت خيرك، حيك يترم بي عدمك أصلا الناس بقت وحش قوي يا أخوي كل واحد يجي يؤجر القوضة يمشي بمصيبة، يجيب لي بمصيبة أه، لكن أنت؟ أنت حاجة تانية خالص أه، طب الحمد لله الحمد لله، يا رب أن تكون عند حصن ظنك وتكوني راضية عننا طبعا يا أخوي، ليس أبقى راضية عنك بس أه، أنا سمعت أن أنت لقيت شغلانة كده أه، في الحقيقة الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله طب أقول لك إيه، لو شغلنا مش عقبك أه، لا، أنا شغلتي زي الفل، زي الفل، الحمد لله تعال، بس اشتغل عندي لا، ربنا يخليك مكتر خيرك، زي الفل بس أنت يا أخي مش عالف، الوحدة وحشة قوي بس ألني أنا عليها، اوعى تعمل زيه، تبقى وحيد استنى بس، استنى بس، وأنا كل ما أقرب منك تمشي وتسيبني فس عليك ربنا يكرمك يا رب ما تقوليش الكلام ده، سني إيه، والكلام إيه، أنت لسه صغيرة ما أنا أقول كده برضو بسني بقى ما هي، أنا ست جملات أصلوب ده لا 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 أه ده، إيه ده، إلا ما شايفها ده فيه إيه، فيه أساسي لا، سطوح بقتي، لازم يبقى زي الجامح إيه اللي جايب البت دي عندك، ما تعرفش إن الشيطان شاطر؟ شاطر إيه، ده لو شاف هي تشالز سيبك منها، سيبك منها، هي تشوفني كده تموت، تولى، عشان أحلى منها فوق أصغر أنا ما؟ والله، اسم الله، ياللي بتتنعب اليومين في الجز عشان تكدي القاشر أهري يا مهري، كمان والنبي، يا وله يا عب عليكي، ده أنت من أيام الملك، والجنيج جفز سيبك منها، يلا تعالى كل ويا ترى الشيء اللي انت جايبا ده، مسكرة؟ أه، ولا جايبا يا عسلهولك؟ أجبك كده يا سي عبد الله؟ واه، يا حبي، و bleع أه انت أكلوا على الآن، انت أكلوا بسي آم راع فين يا عب، راع فين يا عب وزع يا عبد، وزع إنت رفضهم مرة كاية تهد أخمن، والله أجمًا سيبوا هاي، هشه من يلي هميتو، يا أحل هميتو في الضم صاحبك تباعة يلا يا عم يلا يا عم بنا رزوقنا انت رايح فين؟ انت رايح تخطب؟ أخطب يا بنتي الموضوع أكبر من كده بكتير قوي 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 ما ليه؟ ده لبس الشغل الجديد الشغل الجديد ده؟ وده جالك إمتى ده؟ الشغل ده عجبك قوي كاملية قوي واضح ما واضح ان هو شغل مهم ايه بقى أحكيلي؟ شوف يا ستي واحد صاحبنا كان بيشتغل برا ورجع عمل فلوس كتير قوي وقال لي يلا بقى هما شغل أحمد وصحابه معادة لا انت بتتكلم برد والله يب طب ده خبر حلوة تعال هنا عايزيك ايه دي كده ما تتعفرطيش ها؟ ايه دي؟ كنت فين انت ويل بيه كده ولبسين على سنجة عشر بقولك ايه؟ ما تسيبك من أحمد ده بقى بتركزي معاش واجده ها؟ انت حبل ولا شكلك كده؟ ليه؟ ده راجل قلب مولع وملئ وانا واحد قلبي فاضي ينفع نسيب بعض كده؟ مايصحش وما تنساش جيبك مالو جيبه يعني هو جيبه يعني ما شاء الله بيخر فلوس مايبعليك اللي بتقوليه ده وعالة فريان اخلصوا من الآخر كنت بتعمله ايه؟ هقولك اننا بنعمل احنا لمؤخذة كده كنا بنحب في بعض وكنا عاملين كونتاكت ملمسين يعني ايه رأيك؟ ايه اللغة اللي انت بتتكلم بيها دي؟ بقولك يا فريان انا هقولك كلمة كده هتحطيها حلقة في في قلبك اعقالي كده وفكاري كويس عشان الراجل ده مش بتاعك وانا اللي بتاعك وانا اللي باقيلي تمام؟ وبكرة اعرف سالموا عليكم ايه بس انا قلت له انا مباشغلش عند حد حبيبي اه مقاوم يفضلش شغال هناك بيبعت بس في فلوس وانا هنا اللي طبعا عن عناية ليه يا احمد تقوله كده؟ ليه حرام عليك دي كانت فرصة كويسة؟ لازم اقوله كده وش هلط عليه ان انا اخش معاه شريك ايه نعم الناسبة صغيرة بس الصغير بخري اكبر وبعدين عشان عارق كمال مروحش هادر ولا ايه؟ يا أخي مش لما يوافق مش حيوافق وافق وافق وبصن بالعشرة كمان انتي مستألها بحبيبك ولا يا بات؟ الراجل وافق؟ طبعاً انت كان عندك حق لما قلت ان الواحد المفروض يستنى لغاية لما الفرصة الصحة ديله لكن انا طول عمري كلامي صح عارف قولي لي بقى كنت عايزاني في ايه؟ مفيش حصلت حاجة كده غريبة ما كنتش عارفة عامل ايه؟ ايه؟ امي دقيقتك تانية ولا ايه؟ سيدة؟ لا ما بتضيقنش، ما بزعلش مني اما الفرق ايه يا كمي؟ قلقتيني عم جمال عم جمال مين؟ صاحب ابويا مالو اه جمال مالو عايزي تجوزني امي جمال مالو وغيرتين امي جمال مالو تانية امي شهر اه اه والرجل ده الجنة في تماغه اللي ايه فيه حاجة اسمها كده اه ما يشوف سنه لا 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 لا楢 اتلاقيش انا هذبطلك الموضوع ده و هذبطلك على الاخر ماتلاقيش انا على فكرة لما كلمتك في الموضوع ده علشان انت رجل العيلة والمفروض انك تعرف كل حاجة ولا ايه؟ ايه اللي ولا ايه يا كاميلا فيه ايه؟ طبعاً انا رجل بيت بعد الله رحمه خالي ما توفى طيب تمام ما تلعيش انا هتصرف الموضوع ده مظبوط اسمعي بقى لما اقولك الرجل ده ما تخدش البيت ده هنا تاني فهمه ولا لأ؟ ولو شفتيه في الشارع تديله ظهرك تمشي من شارع تاني انا ما عندلاش الكلام ده هنا في العيلة اه سلام ايه كان لازل تقوليله؟ طبعاً راجل العيلة ولازم يبقى عارف كل حاجة وبعدين عم جمال كان لازم حد يوقفه عند حده ويقوله عيد مهم وانت بقى قلتيله عشان عايزة يوقف عم جمال عند حده ولا عشان عايزة تعرفي منه حاجة؟ على فكرة انت بتقولي كلام غريب قوي كاميليا خدي بالك احمد مش زي ما انت فكر وبعدين يا حكايت ان هو بقى الشريك في شركة دي تخش عليك انت؟ انت لا صغيرة ولا جهلة يا كاميليا طب وايه المشكلة في كده؟ ما تخليش قلبك هو اللي يحكم على الأمور يا كاميليا قلبي ايه بس يا نجلة انت بقيت تقولي كلام غريب قوي ماشي رايحة فين؟ عندي مقابلة شغل شغل؟ ما قلت ليش يعني؟ الدكتور ماجدي كلمني وقالي ان هو اللي قالي الشغل عنده في المستشوة اللي هو بيشتغل فيها في الخدمة الاجتماعية خدمة الاجتماعية ايه؟ انت مالك انت ومالخدمة الاجتماعية انت تجارة طب وفيها ايه يعني؟ وفي حد يعني بيشتغل بالمقاهل بتاعه يا كاميليا؟ سلام ما تتأخريش بقي تمنيني عليك ماشي والله البت نجلق دي ولا فهم حاجة ده كان حيتجنن لما سمع اللي انا قلته ويا كاميليا خبيريني ولا ولا لا يا ابني بتاعتي احمد احمد عيزيك يا عيونك يا مابي سكابني عليهم يعني ما جيتش مبرح ولا قلت سلام سلام نبي لا والنبي عايزة ايه؟ ارغي هتلا عندك عايزة ايه؟ قليش مزاجة نعم ما سمعتش يا بيت بقولك مليش مزاجة عشان تعبان شوية فهامي بقى خد هنا عايزة ايه؟ انا عايزة ايه؟ انا عايزة ايه؟ انا عايزة اتكلم معايا بالليل بالليل وهتبقى فين بقى بالليل ان شاء الله؟ موجود مانش غير تكلمين انت بس ومكيش دعو ماشي لما نشوفي احمد سلام عايزة ايه تاني؟ متولي كان بيقولي انك هتعمل شغلة على كبير هو قالك لو انتي ادنى بتعليك وفاجل هتسمعي خبر حلوة اوة 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 ماشي احمد تصدق يا جمال انا مدق على شنك جدا بس انت حر ايه دا مدق من ايه ان شاء الله؟ شكلك وعمل تصغر في نفسك وعمل تصبغ في شعرك وتلبس الوان مش بتاعتك بنوبينك شكلك بقى مصخرة تصدق بقى ان انت راجل عيد عدم ولا خطال بقى جيلك خلاص بقى يا عم ما تزعلش انت مش قلت انها عندها استعداد وموافقة على اللي انت طلبت منها ايه؟ خلاص يبقى ربنا هنيك وكده وده الكلام ان انا بحب اسمعهم عارف اخو ده عبدالله؟ انا اكتشفت ان الحب ده حاجة جامدة جدا يا سلام والحب ده انت اكتشفته فاجأة كده مش عايق بي اخي تيالي تيالي كده ان انا كنت بحبها من زبان وانا مش واخد بالله الله يفرح عندك استنى بقى لشان نكون لقمة مع بعض عندي خير كتير كتير قوي ايه؟ تعرف هسيني بقى الصينية دي تعرف انتك من اللي جابها؟ مين؟ جمالات والشاي اللي وراك ده من سيدة جمالات جاب الصينية دي؟ لا قافة وسيدة سيدة سيدة لقيحة البخيلة جاب لك الشاي اه والله غرايك خريبة بس اسيبك بقى من الأكل والشاي والحاجات دي اه قولي انت مرصب في الشغل الجديد بتاعك اه الحمد لله نعمة سلام مفكر اسيب العكومة يعني بس بصراحة بقى يعني حيزة هبتدي حياة جديدة اعيش بقى واكون نفسي وبعدين مش معقول انا وكاميليا يعني انا عيش بالمرطة بالعفيد بتاع الحكومة ده كاميليا هرفع طلا انا نفسي كاميليا دي بتحس انها كوسة راجل راجل ملو هدومه صحيح يارى في سدتها ويهنيها ويوريها للهز اللي مشاهاتوش في عياتها طب يلا يا جمالة عشان الكواري علي ما بتبرد ما بتتاكلش يلا لعبيب لا 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 بیا ما كل انت يا انا عام الجيم عيز أنزلل الكرش ده شوي قولي يبدالله ما هتشغلين شوينا حاجة هنسمعها عندك عمر !د يبقى بحمي عنه هشوفy شوفي بقولك يا جمال لو أنت سبت الشوكل هتشتغل إيه؟ يعني صنعة كنت أعرفها زمان متفهم في التجارة لو أنت عندك عقد عمل وزفرت بره هتشتغل إيه؟ أنت مؤهلة يا جمال آه مؤهل إيه وصنعت إيه؟ حاجات دي ما بتفرقش في الجوز لا بتفرق قوي وأنا بنبّعك من السلام بتنبّعني؟ قول إنك غيران مني غيران منك؟ أيوة لو كنت شوفت السطح المهاردة إيش صواني أكل وشاي ما كنت حسن إنه المهاردة كريم عبدالعزيز آه كريم عبدالعزيز بقى ده مصلاعة إفرح يا أه ألاه يا خلو على الحماماك العسل وإيه؟ يا خرابي عليك يا علادك العسل بطاطس بطاطس يا سكر شكلك مبسوط يا وإيه آه ياما والله مبسوط شوى وبالحمام العروسة يا سيدنا يا ربي يا أمّا تعالي ولا أهل تعالي إيه يا أمّا في أمّا بتخدت لسه بتدعي وإيه؟ تعالي 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 قول أهو ناوي على إيه؟ هقولك بعدين يا أمّا كل حاجة يا مصريني دلوقتي المحروسة في ريالكة تعيزة منك إيه يا واه؟ لما كده كتير انت عادر بتتجسس عليها من ساعة ما أنا جيت وده ما ينفعش البيت دي تسيمك منها خالص البيت دي مش مظبوطة لهي ولا أمّاها طبوا انت عرفت منين يا أمّا؟ أنا يا حبيبة عرفها أكتر منك الأشكال دي أنا عرفها أكتر منك وبعدين يا واد انت لسي إن هي حطة عينها على أحمد لا استني بقى طالما جبتي سيرة أحمد والشغل ده الكلام ده كان زمان يا أمّا أيام عسكر وحرمية برا في الحارة أيام وقنعيات يا لهوي يا لهوي يا لهوي على واكستي فهمني؟ هو أنت يا واد ممكن تفكر في واحدة حطة عينها على راجل غيرك؟ يامّا إيه المشكلة؟ طالما هي سليمة وده زمن وفاة إيه المانع؟ ما فاتش ما فاتش يا رحمة يا ريسود أمّا فقولك إيه؟ أنا جعان وعايز أكل ومتين عشان أخش نامو عندي شغلي بالليل ماشي؟ سلام بقى قعد هنا بلا شغلي بلا زيف تفهمني شغلي إيه؟ شغلي يامّا شغلك خلاص شغلي إيه اللي عندك بالليل؟ بصي بصي خليلي عنكي عنكي دي اللي بتخلينا كر على كل حاجة انتا بص أمّا يا شغلانا كده هتخلينا نطلع فوق شوية هتخلينا نشرب حاجة ساعة ونأكل لب وزداني ونطلع من الدور التحتاني وندلد الرجلينة وهيه بقى هيه هيه يا رب يا أخو يا منبوء أكل باب السامة يا رب أنا عايز أكل حاجة جري للبطاطس دي عاملة أكل إيه؟ عاملة ملوخي يا لقى أهجم ملوخية بنتقيد خلهم أه تعرف بقى إن الملوخية بتاعتك دي أمّا ما بتتكلش كده بالعيش بتتخطف كوباة كده وتتشرف زي الويسكي هيه يا وكاسة انت بابت كنت بتشرب منكر وانت بعيد عني يا أمّا منكر إيه أنا باشرب ويسكي 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 بدي مجاعة أيوا يا خلو أيوا يا خلو كسين ويسكي يامّا وحات النبي ونقض نظر وديره بس يا وقالا ختش خلاص يا أمّا بهزر معاك فيه بقوليك يا ميرا لو جاية حاوتي تنكدي عليها وتسمعي نبروك إيه ده بقى إيه اللي غيارك فجأة كده والله طالما أنت مبسوطة خلاص براحتك بس على فكرة بابا لو كان عايشكا هيبقى مبسوط قوي في يوم زينا بابا جايز بقوليك يا ميرا أنا عايز أقالك سؤال فضّلي هو أنت إزاي عاشتي كل ده مع أولاد سمعية اسمهم بنات عبدالعزيز مش بنات سمعية ماشي يا ستي بنات عبدالعزيز إزاي عاشتي معيهم برضا؟ أنا كنت عايشة مع بابا مش معيهم بدين أنا عايز أقولك على حاجة بتخسرت كثير قوي أنك مقربتش من بابا الفترة اللي فاتت بكرة عتعرفي كلامي ده كويس قوي ميرا بقولك إيه خلي ماما حبتي تاخدك وتنزل تشتري لك فستان عادل عشان أنت أكيد مش هينفع تحضر لي الحفلة بالهابل اللي أنت جاي بيه ده نعمش نقصين فضايح لا أنا عملت كده ما تيليش نزلت أنا ومروان واشتريت فستان هيعجبك قوي أنت ومين؟ مروان؟ طب أنت كويسة هو؟ أم الكتفين من زمان والله أنا عملت كده علشان ما تزعليش وعشان شكلي برضو هو مش مروان ده برضو يبقى ابنيه؟ عمو سمير ولا إيه؟ عمو سمير؟ لا كده الموضوع كبير قوي كده أنا لازم أفهم أنت شكلك مش سهلة خالص يا بابي سهلة وصعبة عني فكرة أنا بتكلم بنيه صافية جدا مفيش فيد ميلي أي حاجة طالما قلت البقين دول يبقى فيه وفي كتير بقين؟ والله يا عيب عيب لما قيت أن اللي عاشت وسط الناس الهاي بعيدة عن الحواري طول بقين وألفاظ وحاجات كده عمتني يا ستي مبروك عن إذنك آه نسيت أقولك الفستاني اللي أنا شتريته هيعجبك قوي أنت عارفة ده منين؟ من الشركة ومن المجموعة الجديدة كمان شركة ما صلح ما نقص له انت عارفة ده منين؟ من المجموعة لا خالص على فكرة أنا محسوسة إي أن أشترك أخدي مالك طيب حتى ان دي تحت تقنقوا أكيد إن شاء الله هطور أبنك إن شاء الله إن شاء الله يعني أنا بجد مشاكرة قوي إني منمكن أعرف أنت لماذا عملت كده؟ عايز تعرف الحقيقة؟ يا ريت صعبت علي ايه؟ زعلتي ولا ايه؟ اه لا ايه وعدت زعلتي بقى مننحيها بعد كده وعلى فكرة انت ما صعبتش علي علشان المرض بيكون كده انت صعبت علي عشان قلت قعدها في البيت المستسلمة والاستسلم ده حاجة وشاوي تحكي بقى جبتي ورايك طب يالله جين على المكتب تضلي ايه ابني متجوز؟ مطلق انا قسف لا علي انا بيتحسس من نص البلد منطلقين والنص التاني عايش مع بعضه غزبن عنه عشان قطر الولاد مش للدرجات دي يعني انا بيتحسس كده تلسس علانة مني؟ انا بس محبتش الكلمة الصراحة مش بحب ان انا اصعب على حد يا ريت انا اصعب على حد اصعب على حد ولو مرة واحدة بس ويخلينا شوف ابني وانت مش بتشوفه؟ لا مش بشوفه القانون القانون شايف ان ست ملاكه وطيبه وما فيه ازايها الراجل بقى ولا على ايه؟ وانت بقى ملاك؟ ملاك والله شتان ده حتى لو شوطان وشتان ده ملوش نفسي يعني ان يشوف ابنه نقله نفسه طبعا مش كده تخيلي نجلق ابني على بعض شارعين من المنطق اللي انا ساكن فيها وما بشوفوش مع ان انا واخد حطنه بالرؤية لكن ما بشوفوش طلقتي عايزة كده شفتي وقاحة اكتر من كده هادي الورق دكتور مجزي الحقني يا دكتور مالكي منافي ايه؟ خليل ما بيتحركش ايوا يا نغة بقولك ايه؟ عايزة اعرف خليل عليه فلوس لمين؟ كل من اللي ما ديون بي أنا حسن ديب خليل مات أنا أنا كويسة كويسة جدا كويسة قوي بس أنا عايزة أقول حاجة لكل الناس اللي بيشتغلوا في المستشفة دي هو مات عشان معوش فلوس بكرة أنتم كمان حتموتوا عشان معكوش فلوس واللي حصل ده أعلمني أني لازم أبقى غنية وغنية قوي كمان عشان ندوس على الناس قبل ما تدوس علي